الحلقة الاقصر انتظارا على قناة عرب هاردوير من الجمعير الغفيرة في الكومنتات على الحلقات بتاعتنا تجميعة الناس اللي على الحديدة تجميعة اقل من التجميعة اللي فاتت مش ب3000 ولا ب8000 جنيه شان نكون متفقين من البداية تجميعة المرة دي مختلفة شوية عن التجميعات اللي فاتت على القناة في المرة دي في بعض الكطع مش موجودة عندي لكن بعد دعباسة والمدة اسبوع لقيت ان الكطع دي هي الافضل حتى الان في رنج سعر التجميعة ده ما يمنعش انك مش هتلاقي نتايج في التجميعة بالعكس انا جربت التجميعة بس مع شوية اختلافات في المواصفات اللي مش هتأثر على اداء الجهاز في الالعاب لا بالزيادة ولا بالنقصان فعشان ما طولش عليك اكتر من كده يلا بينا نبدأ مواصفات التجميعة كلا هذا بما انها تجميعة جيميج فانا هبدأ من مفتاح التجميعة كارت الشاشة مولود انفيديا الجديد GTX 1650 الافضل للفئة الاقتصادية سعر مقابل اداء للالعاب سواء من نوعية تريبل اي او من نوعية الاي سبورتس على دقة عرض الف تمانين بي النسخة اللي هستخدمها هتكون الاسوس ار او جي استريكس نسخة احترافية من حيث التبريد ومن حيث الشكل بسعر يبدأ من مية وخمسين لمية وتسعين دولار انا هستخدم اقصى سعر الكارت في التوتل بتاعنا اللي هيكون مية وتسعين دولار الكتعة رقم اتنين هتكون البروسيسور انا اختار رايزن 3 الف ومتين البروسيسور اربعة كور واربعة تريد بسعر 73 دولار يمكن السبب اللي شجعني ان اختار رايزن هي الموذر بورد دي اسوس اكسبديشن اي تلتمية وعشرين م جيمل الموذر بورد بشريحة اي تلتمية وعشرين وهي لعال من اي اي ام دي زيها زي الاتش تلتمية وعشرة بس البرو دي اسوس اديتها شوية دفع في المواصفات البرو دي فيها اربعة سوكيت رام بتشيل رامات لحد اربعة وستين جيجا من نوع دي دي ارفورت والحد تردد تشغيل تلات تلاف ومتين ميجا هرتزم وزي ما احنا منتفقين ان البروسيسور زي ام دي بتحب ترددات الرمات العالية فتردد عالي معناه زيادة في الاداء مع الالعاب البرد فيها واحد ام دو تو وده هيكون بالنسبة لك فرصة انك لو حبيت تعمل اوب جريد فيه ما بعد هتقدر بكل سهولة تجيب اس اس دي ويرفع لك من اداء الجهاز طبعا ساتا او ام دو تو بس ام دو تو يفضل دي فعلى كده ان البرد جاية بسوكت اي ام فور ودي ميزة اي ام دي اللي بتخليك تحدث لجيلين كمان بدون اي مشكلة على عكس سوكت انتل البرد كمان بتدعم الارج بيع عشان كده اخترت ان الكارت يكون اسوس والماثر بورد كمان تكون من اسوس عشان التزامن في الاضاءة بفضل تقنية اورا سينك ده غير ان الكارت تبريده كويس وابعده تناسب اي كيس على فكرة عادي جدا انك تشتري المنافس من انتل لو انت مش مقتنع بام دي اي نعم انا عندي حلقات تقنعك ان سعر مقابل اداء ومميزات ام دي احسن افتكر دايما ان انا مش بكبرك وان الاختيار ليك في الاول وفي الاخر والاهم انك تكون مقتنع ان منافسة الشركتين في صلحك انت كمستخدم عشان ما يبقاش عندنا بروسيسور اسمه غريب زي كارت الجي تي اكس 1650 المهم ان سعر البورد هيكون 100 دولار وللمعلومة هي موجودة في مصر بسعر اقل من كده وبما ان البورد بتدعم رمات لحد 3000 ومتين كتردد فانا اختار الرمات الكنجستون هيبر اكس بريدتور تمانية جيجا تردد 3000 ميجا هرتز بسعر 50 دولار عشان ما نفخش سعر التجميع هكتفي اني ابدأ بهارد HDD بحجم واحد تيرا بيت وبسرعة طوران 7200 لفة في الدياعة الوحدة تقدر تعتبره نقطة البداية لك وفيما بعد تحدث لSSD SATA او M.2 سعر الهارد هيكون 49 دولار من وسترن ديشتال من نوع فلو ونروح لاخر قطعة في التجميع وهي الكيس والباور سبلاي انا بصراحة لقيه ببندل سعره العد كبير ممتاز فرنج ال85 دولار وهو الكيس الفيرسا اتش 25 كيسة من سيرمال تيك محندقة شكلها حلو وجاي معها باور سبلاي 500 وده هيكون باور كفاية جدا على التجميع بتاعتنا ككل يبقى بداية من اول قطعة لاخر قطعة توتل التجميع هيكون 547 دولار اي ما يوازج 2000 درهم اماراتي و250 ريال سعودي و9400 جنيه مصري وقبل ما ابدأ في النتائج القطعة مش بالضرورة تكون بنفس السعر ممكن تعدل على التجميع عبر راحتك مدام هتناسب ميزانيتك وما فيش اي نوع من انواع التعصب لصالح برند فوق التاني التجميعات هنا على القناة ما هي الا جايد عشان نبقى يلقى القطعة المتاحة في رنج السعر واداها معاك هيكون ايه فخلينا بقى نبص على الاداة النتائج بتقول ان التجميع تقدر تشغل كل الالعاب من نوعية تريبل اي على دقة عرض 1080 بي بمتوسط فريمات مقبولة اي نعم ما قصرش حاجز الستين فريم بس انا هنا بجرب على اعلى يعدادات ليهم عشان اشوف اقصى قدرة تقدر تقدمها التجميع طبعا مش عاوز اتكلم عن الاداة في مترو او في اساسنز كريد اللعبتين دولت العاب عقا مفيش كارت عارفي لماهم ومن الاداة في نوعية العاب تريبل اي نروح لالعاب الاي سبورت الكارت قادر يشغل العاب الاي سبورت بدون اي مشكلة لعبة زي ايبكس ديجانز الكارت كاسر حاجز الستين فريم فبالنتائج نطلع بالبرهان التالي لو بتفكر في تجميع في حدوده خمسمائة دولار او ما يوازي الفين درهم اماراتي او ريال سعودي وعشر تلاف جنيه مصري اعتقد ان المواصفات دي لالعاب من نوعية اي سبورتس و تريبل اي مناسبة جدا ومش لازم تلعب على اعلى عدادات في بعض الالعاب الهاي ما بيفرقش كتير عن الفري هاي او الالترا في الجرافيك يبقى كده عندك تجمعتين الاولى فرنجة 800 دولار بكارت الجي تي اكس 1660 والتجميعة التانية تجميعة حلقتنا النهاردة فرنجة 500 دولار بكارت الجي تي اكس 1650 في التعليقات قلنا رأيك في التجميعة وافتكر ان كما قال الصديق عمار اني التجميعة اخ كبير وكلامي غير ملزم فانت ممكن تغير القطع عادي جدا اللي مش اساسية وتجيب بدائل ارخص بالنسبة لك وممكن التجميعة تنزل معاك ساعتها لسعرها يقل من 9348 جنيه مصري لو عايز لو اشتريت نفس المواصفات ما يضرش الحقيقة وما يضرش كمان لو عملت لايك للحلقة وسابسكرايب لقناة عرب هاردوير عشان حلقات وتجميعات وتربزات بليارد وبنك شوفكم في الحلقة الجاية